وبصلي وقاللي قريبا نهاية التيك توك عشرين تلاتة وعشرين اي بعد تحديث اليوتيوب الجديد تفعيل الربح على الفيديوهات القصيرة وهنا سأسكت قليلا ليس احتراما وتقديرا ولكن من جوايا بضحك كثيرا وكثيرا وكثيرا انت مش متخيل المهزلة اللي بتحصل في الفيديوهات القصيرة انت مش متخيل ان اليوتيوب حرفيا بيقلد تيك توك ولكن بفشل فشل زريع حتى في البس المباشر المشترك فشل زريع لازم تكون عارف علشان تنهي اي تطبيق او تنهي اي منافس لازم تكون اقوى منه بكتير ولكن اللي بيحصل في الفيديوهات القصيرة الفترة الاخيرة توضح وتبين فشل اليوتيوب في انه يتحدى التيك توك حرفيا ان لم يكن العكس في الفيديوهات القصيرة اليوتيوب حرفيا مهزلة المشاهدات في انخفاض تام وان الفيديو بيشتغل لمدة ساعة ويقف واللايقات بتختفي والكومنتات مش موجودة والخوارزميات منتهية محدش فاهم للفيديوهات القصيرة والكباري اللي بتحصل من الفيديو قصير للفيديو الطويل عاملين زي كباري مصر ملاقاش اي قيمة اللي بيحصل ده انا مش متخيل ازاي انت بتقولي نهاية التيك توك ان لم يكن العكس الناس بدأت تقرف من اليوتيوب خصوصا الفيديوهات القصيرة اللي كانت بتهون الفترة الاخيرة بشوية مشاهدات وكانت تفتح النفس ما بقيتش تفتح النفس الناس بتعاني في اليوتيوب حرفيا انا متأكد ان اليوتيوب لو بحارب نفسه مش هيخلي الادارة دي تشتغل كده حرفيا منشئ المحتوى قرف حرفيا منشئ المحتوى زهق من كمية الحاجات الغلط اللي بتحصل في اليوتيوب الفترة الاخيرة وخاصة الفيديوهات القصيرة طبعا الفيديوهات اللي بتعرض كده كده بتعاني من زمان ولكن انا بتكلم عن الفيديوهات القصيرة اللي كنا بنزلها نلاقي الالاف من المشاهدات وكمية المئات من المشتركين ده المشتركين بتروح بعد ما تيجي من الفيديوات القصيرة واللايقات بتروح وتختفي والكومنتات مش بنلاقيها ولا عارفين نرد عليها والفيديو اللي بنتعب فيه ونشتغل فيه منتاج وساون ديفكت وموسيقى ونتعب في الموسيقى ما بقيتش يجيب مشاهدات ماذا وديجي تقول لي نهاية التيك توك يا جدع ما تخليك عائل شوية يا جدع ما توضح لي انت حتنهين ازاي وانت مش افضل منه اطلاقك انت عمال تقلد 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 وانت مش فاهم خوارزميات الفيديوات القصيرة ولا عارف تزبطها حتلي واحد بس يقول لي ايه هي خوارزميات الفيديوات القصيرة اللي تجيب مشاهدات غير رينك القناة يعني لو رينك قناتك مهتم بالفيديوات القصيرة بفترة طويلة هتجيب مشاهدات يعني انت لو لسه بذل قناة محتاج تشتغل بشكل مستمر شهر واثنين وثلاثة مفيش اطلاقا خوارزميات تخليك تنجح مباشر والكلام ده تكلنام زمان جدا لكن ييجي واحد نجح بالصدفة يقول لك الفيديوات القصيرة زي الفل ولا فيها فل والله العظيم تلاتة كارثة من اول ما داخلت اليوتيوب واليوتيوب بيتدهور من اول ما داخل اليوتيوب وارباحه في ستين داية حتلي معلن دلوقتي يعلن عن اليوتيوب علشان يوصل لالف واحد طب ما يعمل فيديو قصير ويوصل لالفين لانفل لتلات تلاف ما الفيديو قصير وصوله سهل للناس ايه فرق بين الاعلان اللي بيظهر وبين الفيديو بتاعي ما انا لو معلن هروح اعمل فيديو قصير وحطه في النص فين استهدافك الفيديوهات القصيرة ما فيهاش استهداف انت حتستهدف ازاي المعلنين انت كده بتدمر حرفيا كل حاجة في اليوتيوب الفترة الأخيرة وانا اعتقادي ان اليوتيوب لو فضل بالمرحلة دي هيكره منشين المحتوى في اليوتيوب حرفيا انا جايبالك من الاخر ولكن احنا مكملين يعني انا بقولك الكلام ده وانا مكمل شغل وشغاله بجي لأرباح ولكن أرباح لي ازاي الأرباح السابقة اطلاقا فيه تدهور في الأرباح فيه تدهور في المشاهدات فيه اختفاء في اللايقات كومنتات بتختفي كل ده انا بعاني مني ومش انا بس انا وانت واغلبيت منشين المحتوى ولكن مش علينا غير نشتغل مش بقدينا غير نشتغل ولكن هي مشاكل لازم نترحالك على شين عقلك يفسرلك انك لوحدك لا احنا كمان زيك بس مكملين اي حد يقولك نهاية التيك توك قربت قوله لا اطلاقا اطلاقا اليوتيوب لغاية دلوقتي مش عارف فيه يحسب هيعمل ازاي أصلا أرباح الفترة القصيرة اقسم لك بالله مفاهمها علشان يفهمانك انت متخيل شكرا للجميع كان معاكم المرجع الاول ولا المرجع التاني ولا بتعفرع بعد ما اليوتيوب عملوا فينا ده لهون شئ المحتوى على اليوتيوب بصراحة انا قرفتلك انا اتخنقتلك انا ازهقتلك الله يكون فعونك اقسم بالله الله يكون فعونك اقسم بالله الله يكون فعونك اقسم بالله الله يكون فعونك احنا بنعاني يا جدع احنا ايه فيه ايه اللي بيحصل ايه التدهور ده ايه 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 فين المشاهدات يعني الناس اختفت والله الناس موجودة وبتيجي تعليقات موجودة شكرا للجميع انا اعلان عليكم انا مدعي عن الناس انا بدخل اتشوف الناس وشوف قنواتها لا تدهور بالمثين تلتمية مشاهدة من اربع تلاف مشاهدة يا جماعة واللي كان بيجيب عشر تلاف بيجيب الفين الله يكون فعون منشئ المحتوى ولكن كل اللي علينا ان احنا نقول لك الاتي اهتم بالعنوان الصورة المصغرة بص انت عايق حافظ تهتم بي شكرا للجميع